وإحنا بنتلقى أول سؤال من حضراتكم من الأستاذ محمد أستاذ محمد السلام عليكم دكتور وعليكم السلام ورح أطلع بركاته السلام عليكم دكتور فضل ونعم الحمد لله والدي يا فندم كان واخد قرد من البنك إذا ومعرفش اللي هو حرام تمام خدت قرد من البنك عشان إيه يعني كان هاي هو المشروع كذا تمام فانتخدت قرد من البنك عشان تعمل مشروع واستنى بس واخدوا منك دراسة جدوى لا يا فندم يعني إيه يعني أنت لما جيت تاخد القرد مش كتبت سبب الحصول على القرد إيه اه يا فندم كتبت كان عندنا شوه ومشروع فشل وخلاص طيب ماشي يا سيدي وبعدين ده أول سؤال حضر ده يبقى أول سؤال أول سؤال حضرتك هو فعلا لما خدت القرد كان حرام ولا لأ طيب السؤال التاني ده حاج محمد السؤال التاني الحامد أخوك بيعمل ايه ما بيصليش بيقول لي بيقول لي انت بينافق وما صليش حاجة تخده لي انت منافق ما صليش لا وأخوك ده بيوحى إليه مسلا عشان يرفع أسلواء أسلواء كده بيأمرك إن التكليف اترفع عنك إنت مكلف من عند ربنا مش من عند أخوك أخوك بيقول لي انت منافق ما تصليش أيوة أيوة اللي يرفع التكليف عن حد ويقول له ما تصليش ده ربنا ما أسألوه الكلام ده بقى فاندي ما أنا بقول له والله ما أنا بقول له حاج محمد والله أنا بقول له بقول له لأننا هذه آفة هذه عبارة يجب أن تنمحي من حياتنا هذه عبارة سيئة هذه عبارة إبليسية هذه عبارة شيطانية إن أنت تيجي لواحد وتقول له أنت منافق ما تصليش أنت اللي تخلي عندك دين وملكش دعوة فيما بين العبد وربه أنت مش من حقك تسد أبواب الرحمة أنت مش من حقك ترفع التكليف عن حد ربنا ما خلكش نبي عشان تقول لحد ما تصليش أنا بقول كده ليه أنا أعرف يا مناس يا مناس نفسهم الأمارة بالسوء أخدت كلام حد قال له أنت ما تصليش لأنك منافق وما صلاش السؤال هل الزنب بس بيقتصر على الشخص اللي ما صلاش لا كمان الشخص اللي كان عون للشيطان على أخيه كمان هو شريكه في الزنب وعشان كده أنت ما لكش حق يا جماعة تعالوا كل الناس اللي قالوا الحد في يوم الأيام أنت ما تصليش لأنك منافق قولوا تبنا إلى الله وعزمنا على أن لا نعود إلى هذه المعصية أبدا ويجب أن انتوا تسألوا الله بخشية وبخوف أنه يغفر لكم هذا الذنب لأنه ذنب يجر الناس إلى الكبائر لأنه يطرق الصلاة أنت حضرتك عايز تبين أنه هو شخص مش حسن الأخلاق يا أخي وقل له حاجة تانية قل له يا سيدي أنت رجل مصلي وصلتك إن شاء الله إن شاء الله تساعدك على أنك أنت كمان تكون صادق معايا في أخلاقك أستحلفك الله سبحانه وتعالى باللي بتصليله وخليك معايا حبيب لكن ما تجيش تقول له والله أنت منافق وما تصليش هذه عبارة يجب أن تختفي من حياتنا وهذا تألي على الله هذا اللي بيعمل كده كأنه بيأخذ دور الإله فيتق الله سبحانه وتعالى هذا افتيات على الله فلابد أن احنا نتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الأمر الثاني بقى مين قال لك يا مولانا أن أنت اللي أخذته أنت ده كان اسمه قرد ده اسمه تمويل وزيك المال اللي أنت أخذه ده حكي محمد كان مال حلال وعلى فكرة لو المشروع فشل ده فشل من يعني فشل لفقد أسباب الإدارة يعني فشل لأن أنت ما قدرتوش إدارة جيدة ما أخذتش بأسباب الإدارة لو بنتكلم على الفشل أنا متكلمش على الرزق دلوقتي لو بنتكلم على الفشل أنت فشلت عشان أنت ما أخذتش بأسباب الإدارة مش فشل لأن المال ده كان مال حرام وربا وروح الربا وأخذ المال الحلال أبدا ما حصلش أنت كنت حصلت على تمويل والمال اللي أنت حصلت عليه ده كان حلال وأنت لم تكن آثما وأي حد يقول لك غير كده ما تسمعش كلامه خلاص؟ لأن أنت دونت عندما حصلت على هذا المال أنك تأخذ هذا المال لأجل أن أنت تزود رأس مالك أو أنك أنت تبدأ مشروع فأصبح خلاص ده نوع من أنواع التمويل نعم وزيك إيه اللي حصل؟ في قانون بنك مركزي اترفع لفظ القرض فبقى عمل البنك في التمويل والتسليلات الاقتمانية وزيادة رؤوس الشركات رؤوس أموال الشركات فخلاص؟ فعشان كده حج محمد المال ده كان حلال وإحنا قلنا الأخوك أنه يتقل الله سبحانه وتعالى يبطل هذا الكلام الذي لا معنى له ترجمة نانسي قنقر